اشتركوا في القناة والذي دائماً ما يؤكد على أهمية تمكين الشباب البحريني في مختلف المجالات كما أن الفوز بهذه الجائزة جاء متوافقاً مع رؤية صاحب السمون الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء والذي جعل تمكين الشباب ضمن أولويات العمل الحكومي وبيّنت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن الوزارة من خلال المشروع الوطين للامع حرصت على ترجمة الاستراتيجية التي أقرها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والرامية إلى تمكين الشباب البحريني وزيادة تنافسيتهم عالمياً من خلال الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم عبر برامج نوعية ومتخصصة تساهم في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب وتقديم الشباب البحريني نموذجاً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها المملكة